بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا العمل خالص على وجهك الكريم واللي يستفيد منه ما ينساش يا دول الوالد بالرحمة والمغفرة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هنراجع سيكشن سي من بارت وان اللي بيتكلم عن البرفورمنس مانجمنت فبعد ما انت بنيت البودجت وبدأ يظهر عندك الاكش والبرفورمنس عايزين بقى نقيس الأداء ونشوف أداءنا اتحقق زي ما كنا بنحلم ولا لا علشان كده بنكفر الموضوع ده من خلال ست أدوات أولا نعرفك يعني ايه responsibility center مراكز المسئولية عشان تبقى عارف كل واحد مسئول عن ايه عشان تعرف تكلم مين عن أنه معلومة علشان تجذر information مش عشان تلوم على الناس لا عشان تعرف تلم معلوماتك وبعد كده تبدأ تاخد بقى التولز بتاعة الـ valuation واهمهم اول واحدة الـ اللي بنستخدمها غالبا مع الـ اللي بيبقوا في علشان نبدأ نشوف حققوا بتاعهم ولا لا بعد كده اللي غالبا بيبقى على ريفل اعلى وبعدين ده للبباط بقى الناس اللي مسؤولين عن الـ investment واخيرا الـ transfer pricing وده علشان نعمل تمثيلية داخلية كده ان الناس اللي مسؤولين عن الـ cost نقول لهم لا هنخليكم تبيعوا الخدمات والمنتجات بتاعتكم ويبقى لها سعر بيع حتى لو بيتبيعوها داخليا علشان نبدأ نعلي الموتيفيشن بتاعهم واخيرا نشوف احدث نظام لتقييم الاداء اللي هو الـ balance scorecard اللي بدأ يجمع ما بين الابعاد المالية وغير المالية لان اللي فاتوا دول كلهم بيركزوا على الحاجات المالية فقط فالـ balance scorecard قالت لك لا ده البعد المالي ده هيبقى واحد من اربعة والتلاتة التانيين يكونوا حاجات non financial طمت يلا بينا نبدأ نسمي له باول توبيك responsibility center responsibility center عشان نعرف نحددها مبدئيا انت عارف الهرم الاداري في اي شركة بيبقى عبارة عن ثلاث مستويات top و middle و lower وكل مستوى من دول فيه شوية مديرين وكل مستوى بيرقب على المستوى اللي بعد منه top بيرقب على الميدل بالـ management control والميدل بيرقب على lower بالـ operational control ودي الطول بتاعتها management by objective ودي الطول بتاعتها management by exception المهم يعني ان المديرين جواها كل مدير بيبقى مسؤول عن حاجة معينة وعلشان نعرف المسؤولية بتاعت كل مدير يفتكر معايا الـ income statement انت عارف ان الـ income statement مفقاز ابسط صورة لها بتبقى عبارة عن سيلزي رابني وماينس كوكز يديك gross profit اللي تشيل منها سيلينج وادمينسترياتيف يديك net operating income ممتاز عدلتك بقى الـ income statement دي انا عايز اعرف كل واحد كل مدير عندي مسؤول عن ايه جواها يعني مسأل لو قلتلك المدير الانتاج مدير الصيانة مدير المشتليات كل دول مديرين بيبقوا مسؤولين عن ايه عن كوست يبقى لو انت بتتكلم عن حد مسؤول عن تحديدا يبقى ده اللي بنقول عليه وده بيبقى كئيب في نفسه كده زي الحاجات اللي كلها صرف طب ليه كئيب في نفسه لانه شايف ان هو بيصرف فقط بيبقى عالى مش عالى يعني بيبصره نظرة ان انت يا عم اللي بتكلفنا انت اللي بتخلينا بتضيع لنا الـ resources فعلشان كده بيبقى كئيب في نفسه فاحنا بنفرحه لما بنبدأ نطبق عليه transfer price علشان نبدأ نعلي الموتيفيشن عنده ايه المهم بالنسبة بقى للناس بتوع الـ revenue بتوع sales نفسهم بتوع المبيعات دول بيبقوا قاعدين في مكاتب شياكة وتكيفات وزي الفل لانه دول مسؤولين عن sales revenue وما يتعلق بيها من كوست اللي بتبقى حاجة بسيطة زي سيلنج والـ administrative cost فده اللي بنقول عليه revenue center يبقى مسؤول عن sales revenue وما تنساش معاها حتة كوست صغيرة اللي هي سيلنج وadministrative زي مين زي اه اي حاجة تخص المبيعات زي sales department وخلافه اما لو بتتكلم بقى عن اللي مسؤول عن الـ income statement كلها لغاية ما يوصل الـ bottom line اللي هو الـ net operating income فانت كده بتكلم معا عن مستر اشرف مين مستر اشرف ده ده كان الـ regional manager بتاعنا في المثال بتاعنا بتاع شركة هاينز كان المدير الاقليمي بتاع المصنع في مصر اللي مسؤول عن مبيعات الشركة في مصر كلها وده ساعتها لما بيبقى مسؤول عن ارباح الشركة بنقول عليه profit center فده اللي سلطته اعلى من الاتنين التانيين ممتاز لانه مسؤول عن كل الـ product بالكامل او product manager او regional manager وخلافه اما بقى لو بتتكلم على الرأس الكبيرة كان مستر جيم في مثالنا لو تفتكر اللي بيبقى مدير الشركة بالكامل في الـ headquarter في امريكا لا يبقى انت كده بتتكلم على CEO وده بيبقى مش بس مسؤول على الـ no ده كمان هيبقى مسؤول على الـ balance sheet وتحديدا الـ assets الـ investment اللي موجودة جواها علشان كده ده لما نقيم اداء نقيم اداء بالـ return on investment بالـ return on investment ما هو الـ assets دي الـ investment صح ايوا ليه لان ده investment center بيبقى مسؤول مش بس عن الـ income لا ده مسؤول عن الـ income والـ balance sheet كمان يبقى ده اسمه investment center وده غالبا بيبقى زي CEO او الـ strategic business unit manager يعني مدير الوحدة التنظيمية دي طب يطال اختار ما بينهم ازاي choosing adequate responsibility center depending on product nature قالك الطبيعة الـ product نفسه هو اللي هتحكمنا لو انت بتتكلم في product homogeneous يعني حاجة متجنسة زي المنتجات الغذائية زي الحاجات والورقية والحاجات دي فدي يا باشا خليك في الـ cost and revenue center يعني ابدأ صمم المصانع بتاعتك بالمنظر ده ما تقودش بقى تعملها لي customized وتبنيها كلها profit center لان الموضوع هنا عايز عايز تخصص عايز speciality فتبدأ تقول لكل مدير انت تخصص لي بس في حدة الانتاج وابدع فيها وابدأ ركز وشغل بقى learning curve وعلم العمال عشان توفر لنا في الـ resources والكلام الحلو ده عشان كده في الhomogeneous product use cost and revenue center focus on reducing cost and driving sales independently كل واحدة بشكل مستقل ام لو الـ product بتاعك heterogeneous وبيحتاج منك بقى مواصفات خاصة بقول لك high fashion product يعني حاجات بمواصفات عالية يبقى use profit center ليه عشان تعلي الـ coordination عشان كل المديرين يبقوا يعني عندهم تحفز وحافز ان هما يتعاونوا مع بعض مش يجي لما يجي لنا مثلا rush order للـ sales manager يجي بتاع الـ production يقول له لا انا عندي schedule ملتزم بي لا 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 يعودوا بقى وينسأوا ان كلنا هنكسب وكلنا هنكل عيش لكن هنا هنا حتة الـ homogeneous product لا ممكن الـ production manager يتنح وقول له لا 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 انا ده هيهضر معايا ده هيكلفني كتير ده مش عارف ايه وهكذا قلت له جميل وهو عتنسى لي افضل لا هتظهر دي ان احنا بنـ evaluate performance just for gathering information not for blaming or harassment employees احنا آه عاملين مراكز مسئولية عشان نعرف كل واحد مسئول عن ايه عشان لما نحب نسأل عن معلومة اعرف اسأل مين مش علشان ندايق الناس ونقعد نرومهم وليه يا ابني ما عملتش دي كده ليه يا ابني انت مش عارف ايه بناش دعوة باللي بيحصل معك احنا لينا دعوة باللي موجود في العلم طب ايه اسباب الكلام ده علشان ان انا انبه الادارة ان في حتة فيها مشكلة ان ان انت تاخد ردود فعلة سريعة وخليك خلي بالك من دي عشان هنحتاجها واحنا بنحسب المهم نعرف الحتة الحلوة ونبدأ نتعلم منها بنشو ماركة اهو وميك كونتينيس امبروبمنت وامبروفينج فيوتشار بيرفورمانس اهو نبنى نتعلم من اخطأنا ممتاز طبعا انت لو اطلب منك سبب هيبقى سبب او اتنين بالكتير في ما بيطلبش منك كل ده احنا كتبين ستة اهو انت تكتب منهم واحد او اتنين شكرا كده يبقى الريسبونسبوليتي سنترز انت عرفتها ونبدأ ننقل على اول طول في البرفورمانس ايفاليواشن وهي ايه الفاريانس اناليسز يعني ايه بقى الفاريانس اناليسز يا فندم الفاريانس ده يعني از الاكشوال برفورمانس بتاعك كان بينحرف قد ايه عن الحاجة التانية اللي انت بتقارن بيها ايه بقى الحاجة اللي انا بقارن بيها المهم انك بتقارن الحقيقة الاكشوال بالحاجة التانية مين الحاجة التانية بقى دي هنا في كلام ايه بقى الكلام وليه اصلا بتقارن المقارنة دي علشان تيسحكتين مهمين جدا ايه بقى دول الكبيرة اهو دي هتوقفة بتقول لك خلي بالك ان انت تكون بتحقق الابجيكتف فهي بتبص الولد الكبير وبتقول له انت مش هتحقق الابجيكتف قال لها تفي من بؤكة كبيرة لا لا احنا ان شاء الله هنحققه فقربط كده الابجيكتف بالابجيكتف ان انا عندي ارسم الدايلة دي قال لي ان رسمت نفس الدايلة ان انا اعمل الابجيكتب باس اما لو هتعمل الابجيكتب وما تهضرش في الريسورسز يبقى انت كده افشنت قال لها مفيش مفيش تهدير في الموارد يا كبيرة لا 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 ده انا هبقى افشنت يبقى لو افشنت يعني انت بتوفر في الريسورسز لو اين افشنت يعني انت بتهضر في الريسورسز قلت له جميل طب ولما نيجي نحكم على الفاريينس نحكم عليه ازاي بأثلوا على الانكم عايزك تتزوق الفاريينس الفاريينس بتاعك يا إما يبقى فيفرابل ونرمز له بأف يا إما يبقى ان فيفرابل ونرمز له بواي آآ بيو سوري الاف الفيفرابل ده إمتى لما يبقى زيادة في الريفنيو أو تخفيد في الكوست لإيه؟ للتنين دول مفاعلهم آآ بوزيتيف على الانكم صح لا لا أما لو زاد الكوست وقلت الريفنيو فدايت قال عليه عشان كده التعامل هنا بالف وليو مش بالاشارات اطلاقا في الفاريانسات التعامل بالف وليو مش بالاشارات ده غير ان احنا اتفقنا على تلات اتفاقات مش عارف حضرتك لتفتكره ما ولا لا اللي هما اولا انت لو عندك بيانات عن البودجيت فانت هتحتاج البودجيت دي فانك تاخد منها مصلحتك وتجري انك تشتق منها الستاندرد درايف والستاندرد برايس بس اما البودجيت ديونت اوعى تستخدمها في اي فاريانسات الزاريانسات كلها بالأكشواليونت والأكشواليونت تخدها وتضربها في اكشوال درايف يبقى انت كده جبت الاكشوال كوانتتي او تضربها في الستاندرد درايف يبقى انت كده جبت الستاندرد كوانتتي او في قول اخر بيسموها standard input allowed for the actual output الكمية المسموح بيها او الكمية المفروض نستخدمها للانتاج الفعلي ممتاز يبقى تاخد دي وتروح جاي يضربها لي مرة في ومرة في ماشي القاعدة التانية اي برايس بيك واي كوانتتي اصب اي برايس بيك واي كوانتتي اصب اي برايس بيك اقول لك انا في مطعم اسمه في السعودية ربنا اكتب لك العمرة والحج كده وتروح تاكل عنده المطعم ده يا سيدي انا اشتقت من الكلمة ان اي برايس باريانس هيبقى لتشينج ما احنا متفقين اي باريانس تشينج لتشينج في البرايس وتضربه في الاكشوال كوانتتي ليه ارجع بقى الفيديو الشرح وتفتكر ليه انا دلوقتي بفكرك بقواعد عشان تحل بسرعة يبقى باخد فرق البرايس وتروح جاي يضربهولي في اكشوال كوانتتي على طول بقى ما فياش تفكير بيك اهو لو تقرأ بي اي كيو بيك صح وتضرب من عند البيك حتة الفراخ اللي هو بتاع فرايت شيكن زي كنتاكي كده تاخد الفراخ المقلية فتبقى عايز تطري على نفسك فتروح جاي واخد لك شوب قصب ايه بقى القصب دي القوانتتي قالك انك تاخد في القوانتتي ضربه في الستاندرد برايس يبقى كصب اي ما تنسهاش اي برايس بيك واي كوانتتي كصب والكلام ده هيمشي على كل البريانسات طب وانجيب البريانسات ازاي قال اقول لك هنشتغل بقى بالكونتروبيوشن فورمات قلت له ايه دي شكلها ايه دي ده هيا لتكون نسيه احنا اخدناها اخدناها والله وردها لك في سيكشن الكوست اللي هي بتبدأ بالسيلز وتروح جاي من مينس منها التوتال الكوست اللي بتانكلود متيريال ونيبر وهنحلق هنا للنوم منيفاكشلنج لتبسيط التحليل لان فعلا ما علاكش اكوردينج لالسكوب بتاع سيم ايه اي نوم منيفاكشلن كوست اه مش علينا فبتشيل التوتال كوست يدي لك التوتال كونتروبيوشن مارجين اللي هتشيل منها التوتال فكسد كوست وتجيب الترتيب المنطقي ان انت بتبدأ بالستاتيك بودجيت استاتيك بودجيت ايوة اللي انت بتبقى بنيها قبل ما السنة تبدأ وبتبصرها واللي بعيد بتحطها في اخر كولم باعتبارها ان ده الحلم اللي انا عايز احلمه تخيل ان شركتناك اللي بتحلم تزرع برتقان فقال لك الحلم بتاعنا اهو بالارقام دي ان احنا نزرع البرتقان الجميل ده والحلم ما تنساش عندك التوتال فيكسد كوست بتبقى توتال هي طوبة ماشي وبنبنيها اكوردينج لالستاتيك بودجيت بان انا باخد البودجيت ديوليت واضربها في الستاندرد دراير في الستاندرد برايس ممتاز بعد ما حطيت الحلم ده بتتصدم بقى بالحقيقة تقوم صاحي كده فجأة وتقول تلاقي الحقيقة في وشك كده وشك ازاي يعني الكلوم القريب اهو اهو تبدأ تبنيلي بقى الكلوم جديد للأكشول والأكشول هتلاقي زرعة تانية خالص ان انت طلع لك الأكشول بأكشول يوليت في اكشول برايب في اكشول برايس يعني البزرة مختلفة فانت كنت مفكر هتزرع برتقان تراحط لك توفاح فانت كده زي اللي بيقارن الابل باورنج ايه المهم انك لما تقرن الابل بالاورنج انت كده بتقول ان شغلك افكتف ولا اين افكتف اين افكتف لان الهدف ما تحققش الهدف اللي هو مين اهو الاوبريتينج انكم اللي تحت ده الرقم ده بيبقى ما تحققش وبيبقى فيه فاريانس الفاريانس ده بقى نتيجة مقارنة اكشول بايه بستاتيك بودجت خلاص نسميه بايه اسمها يبقى اسمه ستاتيك بودجت فاريانس جبت ازاي دكتور الستاتيك بودجت فاريانس بفرق الرقمين دول النت اوبريتينج انكم بتاع الاكشول مينس الستاتيك بودجت عشان كده سميته باسمها ممتاز طب الستاتيك بودجت فاريانس ده مكوناته ايه قال لي اوي اوي تعال يا سيد يا جيب لك مكوناته وروح تجاي جايب الفروق بقى ما بين رقم رقم يبقى انا كده جبت من الاخر الاول جبت من البوتوم لاين الاول علشان اشوف الان كم فيه الحراب بقى ديه وبعدين لما تسألت عن مكوناته جيبت المكونات اهدي الفاريانسات بتاعتي جميل ولكن المكونات اللي انا جبتها دي اتملهاش اي 30 لازمة ليه مالهاش اي 30 لازمة لان المكونات دي انت بتقارن قبل باورنج لا انا عايز اقارن قبل بقبل يعني ايه اقارن قبل بقبل اصلا ما يجيلي مثلا موظف بتاع الماتيريا بتاع المشتريات اللي هو كان مستر مازن لو تفتكر في القصة بتاعتنا مستر مازن اللي بيشتري الخمات يجي يعمل عنينا مفتح ويقول لي خلي بالك انا موفر لك في الخماتة ان الاكشوال اقل من اللي انت كنت متوقع تصرفه في الستاتيك بودجت ويديني فرق مثلا كنا حاسبين الفرق هنا بفرق كذا او انا موفر لك وطالع فيفرابل اقول له ايه ده مفتح ما يمكن انت موفر لان احنا انتجنا انتاج اكشوال اقل من الانتاج اللي احنا كنا مخططينه فيمكن التوفير دوت مش راجع لشاطرتك ده راجع لان الانتاج بتاعنا قل علشان كده بييجي دور بقى الساحلة اللولبية مين؟ الفليكسب البودجت قالك الفليكسب البودجت بتعمل ايه؟ بتروح جاي عيدالك الحزبة تاني بس بدلا ما بتبني البودجت اللي هي بالستاندرز او هنستخدم هنستخدم الستاندرز هي هي بس بدلا ما كنت بنيها عند بدجيتだ unit لا هنبنيها عند اكشوال unit يبقى اكشوال unit نفس البزرة ايه نفس البزرة نفس البزرة اللي هنا اه اكشوال unit بس هنجربها في standard drive في standard price وبكده تتراح لك تفاح بس تفاح تاني يبقى انت كده زي اللي بيقارن قبل بقبل وده المثال ده بتاع هورينجرين ها ده مش بتاع العبد لله قالك لما تقارن أكشول بستاتيك بودجت ده كأنك بتقارن قبل بأورنج لكن لما تقارن أكشول بفليكساب البودجت فأنت كده كأنك بتقارن قبل بقبل ويبدأ المقارنة تبقى عادلة ويبقى المقارنة سليمة طب لما نيجي هم قارن بقى ركز معايا كده عشان نشوف الفروق لو حضرتك هتدقق معايا ما بين الأكشول والفليكساب البودجت هتلاقي الفروق راجعة مش للليونتس مش للفوليوم بتاع البروداكشن tailor la 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 دي راجعة لمين للدرايفر ايوة ولل برايس صحة لا لا بس خلاص يبقى الفروق هنا اللي بنسميها فليكساب البودجت باريانس لان ده نتيجة مقارنة الفليكساب البودجت بالأكشول فنسميها باسمها يبقى اسمو فليكساب البودجت باريانس بيرجع لمين بيرجع لحكتين الافليشانسي اللي هو انت استخدمت دي ايه موارد؟ الدرايفر اهو والبرايس او اللي ساعات بنقول عليه سبيندينج او اللي ساعات بنقول عليه ريت ايا كان. يبقى او بتاعت الريسورس والبرايس والسبيندينج. دول بقى محتاجين نحللهم. ممتاز. امال بقى هنا. قال لي لا هنا مفيش غير الفرق ده. بس هو الفوليوم. بس انتهينا. قال لي يعني الفرق الناحية التانية في الفوليوم? اه بس قبل ما نروح الناحية التانية. لحظة. هنحسب مين عن الفروق دي? الفروق دي مش هنحسبه لا سمح الله عشان نلوم عليه. احنا بنحسبه يعني نقول له تعالى بس اعرف لي الفرق ده سبب وايه? هنحسب دايما الفرق بتاع اللي عند الريفنيو ده? هنحسب عليه مدام ابتسام? مين مدام ابتسام دي? بتاعت المسؤولة بتاعت مديرة المبيعات لو تفتكر. اما دول المسؤول عنهم كان مستر حازم ومستر مينا ومستر مازن اللي مسؤولين عن التكاليف اللي كانت جوه المصنع. ممتاز. الناحية التانية لما نيجي نقارن بالبادجت بالستاتيك بادجت بادجت بادجت. اسعار كلها بادجت. مبدئيا خدت بالك ان التوبتين تحت هنا حمر. لان اللي تنب بنفس السعر. اسعار متوقعة. سيبك من الحجم بتاع البروداكشن هنا لما يتغير مش هيغير لك الفيكسد. الفيكسد مش بتغير الليفلوب بروداكشن. فلما يبقى السيلينج برايز الستاندل برايس هنا وهنا اكشوال برايس. عشان كده هنا الاكشوال كانت مختلفة واخد بالك. عشان برضو تبقى فاهم ايه الحاجات دي المهم. لما جيت بقى اقارم ما بين البادجت والبادجت الفيكساب البادجت والستاتيك بادجت. لقيت ان الفرق الوحيد راجع لفروق الحجم. عشان كده الفرق اللي هنا هنسميه وده بيبقى مسؤول عنه مين? طبعا بتاعت الكوست دايما هتبقى عكس بتاع الريبنيو والمكونات دي ملهاش اي لازمة. انتهي هنا تجيب من الاخر. وهتلاقي هنا بتاع الفيكسد كوست عامل كام عامل زيرو. ليه? ماهم تبطين نفس الرقم. تبطين حمر لان السعر واحد. اللي اتنين شغالين بستاندرد برايس. ما فهمش حد شغال ببرايس مختلف عن التاني. ممتاز. يعني انا كده لما حب بقى احلل واسأل اسأل في النحية دي مين? برضو مدام ابتسام. طبعا ما بتتكلم ان الكلام كله على لان احنا بنفترض في البريانسات ان علشان ما يزدادش تعقيدا يعني. والكلام ده برضو هنسأل مدام ابتسام. وهنسألها بقى من الاخر. لان تحليل كوست خلاص ما انت حللته هنا. وقعدت تسأل ميازن وحازم ومينة. ما فيش داعي بقى تسأل عن التفاصيل دي تاني. انت تجيب معا بتسمي الاخر وتقول لها الفوليوم باريانس ده. اثروا على ارباحنا دي ايه? تجيبوا من عند الكنتروبيوشن مارجين. او من عند النيت اوبريتينج ان كان مش هيفرق. المهم خليك فاكر انه جاي من فرق بودجت من بودجت. يعني كل السيلزي فوليوم باريانس وولاده هيبقوا جايين من اسعار معيارية. من اسعار متوقعة. ممتاز. وبكده نقدر نقول ان الستاتيك بودجت فاريانس اللي تحت ده. اهو اللي انت بدأت بيه تحليلك اصلا للفاريانسات. بقى متقسم لفاريانسين جداد. من ومين? الفليكسة بالبودجت فاريانس والسيلزي فوليوم فاريانس. اهما الفاريانسين دول الفليكسة بالبودجت والسيلزي فوليوم. واخد بلك يعني لو جبت ده تجيبوا فرق الاكشول ماينس الستاتيك بودجت اه نت اوبريتينج انكم او تجيب تجمعهم مع بعض يديك قلت له لا بالراحة بقى علشان عايزين نعرف المستويات بتاعت التحليل قال لي تعالى بقى ناخدهم سلمة سلمة هم خمس من السلمات زي ما انت شايف اول سلمة بنديها رقم زيرو وبنقول زيرو ايه زيرو دي بقى قالك دي اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم انت بتجيب لي بالفرق بتاع النيت ممتاز وتروح جاي واخد الستاتيك بجيت وتجيب لي المكونات بتاعته الخامسة من اول الريفني والليبر والفارياب والفيكسد اوبرهيد بس قلتلك دول ما لهمش اي تلاتين لازمة سيبك منهم انا عايزك تمسك بقى الستاتيك بجيت واتقسمه لمكوناته وتمسك بقى الفليكساب البجيت واتحلله واتحلله طب نحلله ازاي؟ تعالى نبدأ واحدة واحدة قال لي يعني مثلا بالنسبة للماتيريال الماتيريال مش بانت بتستخدم فيها كوانتاتي كميات واسعار بس خلاص هاتلي كوانتاتي باريانس اللي بيتقال عليه يوزينج باريانس او يتقال عليه والله وكوانتاتي كاسب يعني فرق الكوانتاتي في الستاندرد برايس بجد او الله العظيب وتجيب لي برايس باريانس بفرق البرايس في ايه بقى؟ بيك في الاكشوال كوانتاتي شكرا خلصت بس انهي كوانتاتي في البرايس ايه كوانتاتي اليوزينج اللي استخدمتها اليوزد ولا الكوانتاتي البرشيزد اللي اشتريتها تفتكروا انهي؟ قال لي لو حضرتك مركز معايا في الفيديو انا قلت لحضرتك من شوية من اسباب الباريانسات ان احنا نحسبها صح؟ في ايه رأيكو لما اجيب في الماتيريال اجيبه بالكوانتاتي اليوزد اللي استخدمتها ولا البرشيزد عشان نلحق البلوة قبل ما نفضل نشتري منه بالغالي نشتري بالغالي لا الافضل البرشيزد يبقى خلي بالك انك لما بتيجي تحلل بتاع الماتيريال بتمسك اللي هو فرق واحد كوانتاتي بفرق الكوانتاتي في الستاندرد برايس والتاني بفرق البرايس في الكوانتاتي يوزد دول النتلين اللي بيكون ولكن لو عايز معلومات اسرع لا يبقى جيب برايس برشيز فاريانس واخد بالك زودت عليها كلمة برشيز برايس برشيز باريانس ان انا بجيب اللي تشينج في البرايس واضربه في الاكشوال كوانتاتي برشيز قال لي شايف الكلام اللي اعملته مع الماتيريال قرروا هو هو مع الليبر والله اه والله ما الليبر بقى بيشتغلوا عدد ساعات والساعات دي بتتقاس بالطايم تمام بالاورز وبنديهم على الساعات دي ريت يبقى عندك اورز وعندك ريت يبقى حضرتك تجيب لي يبقى بجيب بتاع بتاع الليبر وقسمه الايفيشنسي والريت والايفيشنسي كوانتاتي يعني فيبقى قصب اللي هو كمية الساعات يعني يبقى تشينج في الاورز مضروبة في الستاندرد ريت والريت ما ده برايس انت بتحسبهم كام يبقى تشينج في الريت في الاكشوال اور شكرا اما بقى الاوفرهيد فدي ليه ليلة سيادتك ليه بقى ليه ليلة لان الاوفرهيد بالزات انت المفترض ان انت شركة بتشتغل بقى بنظم حديثة يعني احنا نفصل النظام على شركة حلوة والشركة الحلوة مش هتشتغل بسنج الريت اكيد بتشتغل بدور ريت والدور ريت يعني انت بتقلوكيتي الفاريابل اوفرهيد بريت غير الفيكسيد اوفرهيد يبقى بعد ازنك عايزينك تجيب لنا فاريانسات للفاريابل وفاريانسات للفيكسيد قلت له قوي قوي عناية يا سلام وعشان تجيب الفاريانسات بتاعت الاوفرهيد لازم تجاهز البيانات دي تجيب لي الكوانتاتيز بتاعتك والبيانات دي على فكرة تمشي مع الماتيريال والليبر كمان ان الكوانتاتي دايما الاكشوال كوانتاتي بتبقى اكشوال يونيت فاكشوال درايف والستاندرد كوانتاتي اكشوال يونيت فستاندرد درايف ودي احنا ماتفقين عليها ضمن الاتفاقات بتاعتنا وبعدين تجيب لي الاكشوال كوست اللي هتبقى BETA借T Lv Ariableго FIXED Hopefully Mariert ويمكن constitution new available ما لا هاش لازمة انا اللي هميني هنا وiin LD Industrial R8 اللي انت بتجيبه حسب ALycation Pays WAYS بتاع الشركة وبعد ما تجيبي الكلام ده تروح جاي يعمل الموديل الرباعي اللي اتفقنا عليه إيه أنا موديل ده ده اللي هيلعبك كل الألعاب ويقيسك كل المقيس اللي انت هئتق��ه بال أكتشوال وبال نورمل وبالستندل وال Подجديد ياراجل والله العظيم ولا 4 ما خيص هو. اللي هو في اكشوال في اكشوال ونورمال اللي هو في اكشوال في استاندرد contrario في استاندرد واللبادجلال اللي هي بطول في استاندردphyani stock. بدأ لك نبدأ النص الفقاني بتاع الواخن والنص التحتاني بتاع ال fixed. وتبدأ لهو الواخنة لما تقارن اكشوال فأكشوال 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 مع الاكشوال في الاكشوال في ستاندرد. الله ده الفرق في الريت بس. يبقى ده فرق في اللي انت صرفته عشان كده نقول عليه قال له الله العظيم تحت كمان نفس الكلام. لان بتاعت الفيكسد بتبقى في ستاندرد درايف في ستاندرد ريت يعني الريت برضو مختلف. مع مع اكشوال ريت. وبافتراض ان ما بيقصرش يبقى هنا الاختلاف كله في الريت. يبقى برضو ده الله او الله. وبعدين لو قرنت بقى ما بين الاكشوال في الاكشوال في الريت مع الاكشوال في المستاندرد. هتلاقي هنا الفرق في الدرايف. وفرق الدرايف بيبقى ده شكرا. اخر واحد بقى اللي ده بقى اللي شاز. ده بن لازينا وده مش موجود في البدجت اصلا. ده بنقول عليه وده بيظهر نتيجة العملة السوداء اللي بيعملها انه بياخد وبيعمل لها يونيزايشن. يكسرها ويبدأ يحملها البروداكشن فبيظهر نتيجة اختلاف احجام الانتاج وبيبقى اسمه بوليوم باريانس وبيتحسب بطريقة معينة كده وبعد ما حسبت المودل المتكامل بتاعك ده انت لو حسبته كده بيبقى اسمه فور وي مودل ايه فور وي يعني امطلع لك ادي واحد اتنين تلاتة اربع باريانسات صح اما لو اطلب منك فري وي مين اللي شبه بعض اتنين سبيندينج يتجمعوا يبقى ده توتالي سبيندينج فاريانس وساعتها يبقى دول واحد وده اتنين وده تلاتة يبقى كان فري وي اما لو اطلب منك تو وي هتجمع الاتنين دول مع ده وتسيب الشاز ده لوحده عشان كده نحطه لوحده يبقى عندك دول بنقول عليهم كنترولابل فاريانس التلاتة دول كنترولابل لان البروداكشن فوليوم اللي بيحدد احجام الانتاج ده بيبقى قرار من الطوب ليفل هم اللي بيشتروا لنا المكان وهم اللي بيحددوا عدل المكان اللي هنشتغل به وبالتالي الكبستي ده مش قرار في ايدي الابريشنال مانيجر ما نقدرش نغير في القرار ده عشان كده بنعتبر ده حاجة انكنترولابل ما نقدرش نتحكم فيها يبقى ده الموديل الكامل وعرفنا الفور وي والثري وي والتو وي اما لو كانك السؤال بسيط ومش محتاج كل التحضير ده فانت ممكن تحلها زي الليبر بالزبط انك تجيب لي بفرق الاكشوال من الابلايت وتروح جاي مقسمها لي كاسب وباك والله العظيم اهو فرق الاور في الستاندرد ونفس الكلام هنا الريت في الاكشوال درايف اما البروداكشن فوليوم فزاي ما قلتلك اللي تشينج في البروداكشن فوليوم حسب يعني الالوكيشن بيز انت بتقيسه بالليبر اور زي ما يكون وتضرب في الستاندرد فيكسد ريت ودي العاملة السوداء اللي قلتلك عليها انه بيجيب الفيكسد ويروح جاي مفاشفشها وجايبها لي بالريت كل ده انت قسمته حللت الفيكسة بالبودجت بانيانس طب والسيلز وفوليوم بانيانس يعني ما روش نفس لا ليه نفس يا سيديا السلم تعال نحلله لك هو ده كمان لما تيجي تحلله هتحلله الايه والايه لبرايس والكوانتاتي بس كده يبقى البرايس والكوانتاتي بتاعته احللهم ازاي قل البرايس فرق البرايس في اليونتس اني يونتس برايس بيك يبقى فل اكش واليونتس شكر والكوانتتي اليونتس فرق اليونتس في اليونتس في الي اه برايس اني برايس اه والله كوانتاتي يبقى كسب يبقى الستاندرد برايس برايس بقى ولا ستاندرد كنتروبيوشان مار JAIN كنتروبيوشان مارجن كلك فاكر يبقى هنا بتحللهالي السيليج برايس اللي هو فرق السيليج برايس مضروف في الاكش واليونتد typical unit والимоv fruits فرق اليونتس مضروف في الستاندرد كنتروبيوشان مرجن كل ده انت كنت في level مين level 3 تعال بقى level الوحش ايه level الوحش ده قال لي لما نمكس بقى لما نبقى احنا كل اللي فات ده مفترضين ان انت بتشتغل في single product وتستخدم single material وتستخدم single labor لكن لما تمكس بقى في الoutput او في الinput تبدأ تطلع للسلمة الرابعة اللي بتظهر لما يبقى عندك more than one direct input or more than one output طب دول بقى هنتعامل معاهم ازاي قال لي هنا تبدأ تجهز لي بيانات انا دلوقتي بجهزك للمتحانة لان في فيديو الشرح هتلاقيني بحسب لكل product وبتاع لا 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 احنا في الامتحان افضل technique التكنيك ده ايه بقى التكنيك ده ان لما بتكون بتبيع كذا مثلا المثال اللي انا قلت لكم في فيديو الشرح لو تفتكر بتاع البوار ان كان بيبيع كنافة وبيبيع اطايف ماشي الكنافة والقطايف لما يحب يبيعهم مع بعض ساعات يروح جاي يعمل ثواني mix ويشكل يقولك انا هحط 60% من الكنافة وحط 40% من القطايف اهو الratius دي ratio بتاعت الميكس صح لا لا الصينية على بعضها بنقول عليها الميكس الصينية دي بتتبع بكام فالميكس على بعضه بيبقى ليه سعر انا عايز اجيب بقى سعر الصينية طب واجيب سعر الصينية ازاي سهلة بيه بان انت تروح جاي واخد للاكشوال كوانتاتي ضربه ليه في ستاندرد برايس تديك ستاندرد برايس للاكشوال كوانتاتي وتقسم النتائج تقسم التوتل ده على ده يبقى انت جبت سعر الميكس بتاعت السل سوري سيليج برايس ات اكشوال ميكس لانت جايبه بالاكشوال كوانتاتي صح لا لا التبادئ بالاكشوال كوانتاتي اما لو جبتوا بالستاندرد كوانتاتي اللي هو انا المفروض الصينية ببقى حاطت فيها ستين اربعين يمكن لما اشتغلنا بجد لقيتني حاطت خمسين خمسين يبقى انت بتجيبها مرتين مرة بالاكشوال كوانتاتي ومرة بالاكشوال كوانتاتي وبيبقى عندك سعر صنية المشكل خد بقلي ده سعره سيلنج برايس للأكشوال ميكس و سيلنج برايس للس تاندرد ميكس نفس الكلام بالنسبة للأوبوتش انت هنا كان للخمات الخامات بتاعته الكونافة والقاطايا هنا بقليك كنافة و القطايا في نفسه اكشوال يونيت فستاندرد كونتروبيوشا مارجان يديك ستاندرد كونتروبيوشا مارجان عند الاكشوال آآ يونيت او والاكشوال ميكس وزيه واحد بس بالستاندرد شكرا تجيب لي بقى الأسعار اللي انت جيبتها المتوسطة دي للمشكل للصوان المشكل وتبدأ تحسب لي منها حاكتين قلت له مين ومين قال لي خد بالك بقى أنا هنا باخد الكوانتاتي باريانس تحديدا الايفيشنسي باريانس بتاع الليبر والكوانتاتي باريانس بتاع الماتيريال وببدأ أقسمه لفاريانسين جداد قلت له مين ومين قال لي الهيلد والميكس قلت له والهيلد دا اللي هو عبارة عن ايه قال لي الهيلد دا اللي هو أنا عايزة أعرف الكمية اللي استخدمتها من الخامات طلعت لي اللي أنا كنت متوقعه يعني مثلا أنا كنت جايب عشرة طن طماطم عشان يصنعولي عشرة تلاف إزازة كاتشاب هل العشرة طن دول رامولي عشرة تلاف إزازة فعلا قالك لا للأسف العشرة طن دول ما كفوش اطرينا نجيب حداشر طن ليه لان الطماطم كان فيها شوية مصفر شوية معفز شوية متنيل فما نفعش نطلعولك العصير اللي تعمل منه كاتشاب وبالتالي الييلدينج باريانس اللي هو الكمية اللي هيغلها الخامات اللي أنا جايبها طب وهنا الكوانتاتي باريانس هنا اسمه كوانتاتي يا أخي فبيقولك التوتال يونتس اللي تشينج اللي حصل فيها انت من الميكس بقى ما انت بايع كذا برودكت ما انت منكس عندك تو برودكت مثلا وبتباحهم فبتشوف للتوتال يونتس من الاتنين اللي تشينج اللي حصل ما بين الاكشول والستاندرد او البوجتد وتضربه مش ده كسب يبقى نضرب في الستاندرد كونتروبيوشن مارجن عند ستاندرد ميكس اللي انت مجهزه في الخطوتين اللي فاتوا وممكن تجابها بقى لكل برودكت بالتفصيل او لكل خامة بالتفصيل باننا اعمل قوانين التفصيلية دي انا بقولك اهو مش هتحتاجها في الامتحان بس انا حاطيتها زيادة تأكيد ان الماتيريا الييلد فياريانس لكل مادة خام بيبقى اللي تشينج في التوتر كوانتاتي مضروب في الستاندرد ميكس بتاعها في الستاندرد برايس لاني خلي بالك هم مولاد الافيشنسي باريانس اللي اصلا ضرب في ستاندرد ديريت وفي ستاندرد برايس صح فيضرب كله في ستاندرد ماشي الاريانس التاني الميكس باريانس وده بجيبه ازاي بفرق بقى الاسعار بتاعة الصواني المشكل وفرق التوليفها المشكلة مزبوط يبقى بياخد الاسعار المتوسطة دي اللي انا لسا جايبها اللي هو الستاندرد سينج برايس او سوري ستاندرد برايس ات مرة ات ات اكشوال ميكس ومرة ات اتستاندرد ميكس هتجبلي الاستاندرد برايس مرة بالتشكيلة الفعلية ومرة بالتشكيلة المثالية او المفترضة واهنا برضو الستاندر كونتروبيوشن مارجن مرة مرة ما هو ده اختلافهم اختلاف الميكس? صح? خلاص. يبقى هاتلي الفرق ما بين السعرين اهو فرق في الميكس مضروبة في اللي ان ده و هنا فرق定 ولو عايزها تفصيل اه عايدي القوانين بتاعتها نقف لغاية هنا لا. جات مدامي بتسام عشان تبرع نفسها بالذات في ادي Quantum Barriants ده انا ده انا مليش دخل فيه. تعال انا مبص بقى على الماركت. وطالما هتبص على الماركت يبقى انت بتبص على منتجاتك كلها. فهو انت معادي تبص على الماركت وعلى الشير بتاعك منه. لازم تجيب حاجة في النص. حاجة اسمها ايه? المركب بتاع كل منتجاتك. عشان كده عديت وجبت فعلا او بان انا باخد الكنتروبيوشن مارجن الستاندرد بتاع كل برودكت واضربه في الستاندرد ميكس ريشيو بتاعته. او بجيب التوتل كنتروبيوشن مارجن بتاع الشركة كلها على التوتل برجتي ديونيتس واروح جايب باريانسين جودات كجزء كولاد لده. خلي بالك ولاده. يعني دول احفاد. احفاد مين بقى? احفاد السيلزي بوليون باريانس. ما تنساش. احنا مسكين السيلزي بوليون باريانس. وطلعنا منه عيلين. اللي هو الكوانتتي والميكس. ومسكنا الكوانتتي وبنطلع منه عيلين تانين. مين ومين الماركت سايز باريانس. والماركت شير باريانس. ماركت سايز كأنه كمية. فبشوف الماركت سايز اختلافه قد ايه? واضربه في الستاندرد ماركت شير في الكمبوزيت ستاندرد كنتروبيوشن مارجين. والماركت شير كأنه كأنه برايس يعني. فبتاخد الماركت شير البرسنتج والفرق ما بينها الاكشور طبعا من البيجيتد. وتضربها في الاكشور الماركت سايز في الستاندرد كنتروبيوشن مارجين الكومبو بتاع الشركة كلها. طبعا القوانين دي انا ما شفتهاش في ولا سؤال نومريكال ولا جات لأي حد. بس اديك تبقى عرفته لانه موجود في اللي سكوب بتاعنا. فتبقى عرفت كل القوانين بتاعت البريانسات. كده البريانسات كلها تكون خلصت وننقل على التوبك اللي بعده. اللي بعده بتاع البروفيتاباليتي اناليسيز. وبروفيتاباليتي يبقى الانكام استيتمينت تحضر. انهي انكام استيتمينت الكونتروبيوشن فورمات. اللي بتقول لك سيلز مايناس فاريا بالكوست يدي لك كنتروبيوشن مارجين. تشين منها فيكسة كوست يديك لتوبريتينج انكام. طب ما انا البروفيتاباليتي هو? لأ. انا لما بقصد بالبروفيتاباليتي اناليسيز تحليل الربحية. ان انا مقعد كزا مانيجر جانب بعض. المانيجرز كلهم عمالين بقى نقيم ربحيتهم مقارنة ببعض. طب وعشان اقيم ربحية المانيجرز جانب بعض. شو بقى انت بقى بتعسيمهم ازاي? بتعسيمهم ليجنال ولا بالبرودكت ولا بالكاستمر. فبتعمل سجمانتد اينكام استيتمنت. والسجمانتد اينكام استيتمنت بس لو خدت بالك بص كده بص الحركة اللولوبية دي بص بص اهو الفيكسة كوست الفيكسة كوست اللي كانت واحدة هتبقى تلاتة تلاتة مين اقول لك قال لي اول واحدة انا مقسمهم هنا ريجنال قطاع مصر وقطاع السعودية وبقول لك هنمسك بقى الفيكسة كوست دي والروح جايين مقسمين بقول لك يعني ممكن كمان يتقسم بالبرودكت وممكن يتقسم كمان بالكاستمر اللي هو حسب بقى انت بيتبيع لاني زبون ما علينا بمسك بقى الفيكسة كوست وقسمها ثري كاتيجري اول كاتيجري الكاتيجري اللي المانيجر يقدر يتحكم فيه الكنترولابل اند تريسابل يعني تخص السيجمانت وانت مدير تقدر تتحكم فيها زي ايه زي مندوب مبيعات المدير هو اللي معينه خلاص انت اللي معينه والسلري بتاعه يلزمك فلو المدير ده لو مندوب المبيعات ده وتمشغل عيدل فرقابتك فالفيكسة كوست بتاعته فرقابتك انت هسألك عنه تمام واروح جاي جايب النتيجة اللي هنسميها بقى ايه اكيد هيبقى اسمها كونترولابل مارجن ليه لان هو ده المارجن اللي بيتحكم فيه المدير تعالى بقى النوع اللي بعده النون كونترولابل فيكسة يعني مندوب مبيعات مش المدير اللي معينه لا الهيت كوارتر هو اللي معينه ومبعوت اصل ده تبع مستر اشرف فمبعوت انسى مش هيعرف يمشيه فده بالنسباله نون كونترولابل بط تريسابل والله يخص السيجمانت بتاعه لانه شغال عنده مظبوط ولا لا قال لي اده نون كونترولابل بط تريسابل يتشعل ويتجيب لي السيجمانت مارجن جال مارجن بتاع السيجمانت بقى وانا بقيم اداء القطاع نفسه بعدين التالتة بقى قال لي التالتة دي يعني ما قدرش كمان اخصصها السيجمانت معين زي مدير مستر اشرف بقى الكبارة بتاع السيجمانت دي كلها طب ده نعمل معا ايه قال لي لا ده كومان كوست ده المفروض ما تعملوش تريسينج على اي سيجمانت يعني لما نجي نشيل حضرتك هتشيل الارقام وتجيب لي الكنترولابل مارجن اللي هتقيم بيه اداء المانيجر المدير وتجيب لي كمان السيجمانت مارجن اللي بتقيم بيه اداء السيجمانت نفسه يبقى خلي بالك ان الكنترولابل مارجن ده اللي ساعد بنسميه شورت تورم سيجمانت مارجن وده يوزينج فور افليويتينج المانيجر برفورمانس لكن السيجمانت مارجن ده اللي بنستخدمه علشان نقيم السيجمانت برفورمانس وبقولك يعني لو اشتغلت في كاستمر بروفيتابيريتي آناليسيز خلي بالك ان من الترسبب الكوست هتلاقي الكوكز والديليبري كوست والأوردر تيكينج الحاجات اللي الكاستمر يعني بيأمورك بيها تمام ده كده ما يتعلق بالبروفيتابيليتي أناليسز أما بالنسبة للأر او آي والأر آي فدي اللي بنقيم بها الناس الكبارة وهنا لما تحب تحسب أر او آي وأر آي عايزك تفتكل المسلس أبو ثلاث رؤوس ده أول رأس فيهم قمة المسلس الأر أر آر قلت له مين ده الريتيرن اللي بيطلبه الشير هولدر اللي طبعا بيحدده المانيجمنت بطريقة معينة هتتعلمها ببارت تو المهم أن المانيجمنت بتقول لي احنا بنحلم نحق ريتيرن قد كده وليكن مثلا عشرة في المية ممتاز الرصيل التانيين بقى قالك عبارة عن إيه عبارة عن الريتيرن اللي حصل والإنفستمنت الريتيرن اللي هنقيسه بالإبت إيش معنى لأن الانترست والتاكس دول غالبا بيبقوا بالنسبة للمانيجر ما يقدرش يتحكم فيهم لأن الانترست بيبقى قرار مديونيات بقى وقرار تمويل تبع الفاينانس كوميتي اللي غالبا بتبقى مشتقى من البوردوف دايريكتور فبرع عن المدينين والتاكس ده قانون ضريبة أنا مالي فأنت بتجيب الأرباح اللي قبل الفايدة والضريبة تقول له مرة عنك يا أنا أقيمك على الحاجات اللي انت تتحكم فيها ماشي وتروح جاي واخد للريتيرن تقارلوا بالإيه بقى بالإنفستمينت وهو أنت بتستصمر أموال قد إيه اللي هي مين الإنفستمينت الأسيتس التوتال أسيتس ماشيها توتال أسيتس الصحة أفريدش وهتتعلم الصحة ده ببرتةه بس ماشيها توتال أسيتس لإنسي ما بيشتغلوا كده توتال أسيتس بقى تجيبها بالأسيتس كلها تجيبها بالوركين كابيتل ساعاتي ادالك كده تجيبها بالكارنت أسيتس تجيبها بالديبلويمينت أسيتس المهم إن هي التوتال أسيتس وبعد ما بقى عندك التلات رؤوس بتوع المسلس دول تبدأ بقى تشوف هل هتجيب لي يعني إيه يعني أخذوا الريتيرن وقسموا على الإنفستمينت بس خلاص ده منتال بساط يبقى أنت كده حسبت الأر أو آي يبقى لما تقسم الإيبت على الأسيتس يبقى أنت جبت الأر أو آي اللي هتبدأ تعرف هو حلو ولا لأ من خلال مقارنته برأس المسلس مقارنته بالأر أر آر ولما تيجي تكون بير والله والد يكون أكبر فيبقى حلو والد يكون أقل فيبقى وحش ممتاز أما لو حبيت تجيب لي بقى الريزيد والإنكم وده جيبه إزاي ده قالي دلوقتي أنت مش وقد إنفستمينت وعايزينك تحقق عليه أر أر آر عام لعشرة في المية خلاص اضرب الإنفستمينت في عشرة في المية واطلحها لي من الريتير وتقول ريتيرن مينس الانفستمينت في الأر أر أر خد بالك الأر أر أر المرادي داخل جوه الحزبة مش مجرد بين شو مارك لأ ده داخل جوه الحزبة يبقى هقوله والله لو خدت الإبت مينس الأسس مضلوب في الأر أر أر يدي لك الريزيد والإنكم وهنا بقى هقارن ولا هعمل إيه لا هنا الإشارة تتكلم طلع بوزيتف نقول عليه حلو يبقى ده الرزيد والإنكم طلع بوزيتف نقول عليه بن نيكس طلع نيكاتيب نقول عليه وحش ومنيل بستين نيلة وأدأك مش كويس ممتاز ورغم إن الموضوع ده سهل جدا زي ما انت شايف كده ومفوش أي مشكلة إلا إنه مهم جدا 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 وبيتكرر في إيسيز كتير وبييجي في إمس كيوب الهابل وخلي بالك بقى من الميجر مينت إيشوز إيه الميجر مينت إيشوز إن ساعات الأسس دي بتتأثر هي والإنكم بتاعك بحاجات خارجة عن إيدك ما الأسس ده مش من ضمنها انفنتوري والإنفنتوري ممكن يتعمله بفايفو أو لايفو بلاش مش ممكن تبقى متسجلة بالفير فاليو أو بالبوك فاليو لإن إنت ممكن تكون بتطبق مثلا طب ودي تفرق معي المال ما الأسس لما تزيد لأن دي في المقام صحة لأ ولما الأسس تقل للأرقاء يزيد فخلي بالك إن في مشاكل في المقاييس بخلي بالك منها عشان كده بقول لك زي اللي هو التأميمات اللي هو شركة بيبقى لها شركة فرعية في دولة تانية شغالها مثلا في علشان الضرايب فيها قليلة وعايزة ترجع الأرباح فتيجي الدولة اللي رجع لها الأرباح تيجي دولة مفتاحة تقول لك لا يا حدق اللي رجع ده هناخد عليه ضريبة والتعريفات الجمركية والإمبورت كوتس اللي هي الحصص الاستيرادية بكده يبقى الأرقاءي والأرقاءي كمان خلص نخش بقى على مين الترانسفر برايسينج وده موضوع لذيذ ومهم جدا إيه فكرة بقى الترانسفر برايس إن أنا عندي شركة متقسمة لأقسام داخلية وقسم بيبيع لقسم فيبيع له بكام بس ده اللي احنا عايزين نعرف بأنهي سعر والله لو الخمل اللي بتتكلم عنها ليها ماركت وليها سعر في الماركت يبقى الأولوية للسعر بتاع الماركت بالذات لو انت شغل بالفول كباستي وانت أصلاً قريدي بتبيع للماركت أما لو انت شغل عند الأقل من الكباستي لا يبقى كده في كلام فنبدأ نفكر بقى في الكوست كوست بلاس أو فالكوست أو فول كوست أياً كانت بقى أو نعضوا على الترابيزة والنجوشيات نتفاوض بقى بعض أو نبدأ يجينا السعر مفروض علينا من الإدارة العليا يقعد مستر أشرف ويروح جاي يضرب بيده على المكتب كده وقولك بس انت وهو ولا بس انت وهي لأننا كنت بشرحها في فيديو الشرح ما بين شايماء وجهاد لو تفتكروا المهم أن يروح جاي داخل أشرف وقولك بس بس بنت انت وهي بس خلاص هتحولي بالسعر فلانتهينا بنقول عليه أو يجي مستر أشرف الحنين يجي بقى حنين إزاي يقول لها انت عايزة يا شيماء عايزة يا شيمو عايزة بسعر كذا وانت عايزة يا جهاد عايزة بسعر كذا خلاص انت سجلي بالسعر ده وانت سجلي بالسعر ده يبقى شغل بالدول دول برايس لكن العبرة أولا هل هو لي ماركت برايس ولا مالوش تبدأ تسأل نفسك هو لي سعر في الماركت ولا مالوش والله لو كانت الإجابة نو مالوش يبقى غصبا عنك هنحول انترنالي لان خلاص مفيش ماركت مفيش حد هيجيب لنا من برا طب خلاص وطالما انترنالي يبقى انت ما بين اختيارين يا إما كوست يا إما نيجوشيشن ولو المفاوضات فشلت يبقى ساعتها نفكر في الالبترالي والدول المهم انت ما بين ده وده اما لو كانت الإجابة آ تبدأ تسأل نفسك هل الماركت برايس أكبر من يعني عندك أقل والله لو طلع ان بتاعتي أقل يبقى ساعتها تبدأ تكمل في الأسئلة لكن لو طلعت لأ بتعرف يعني إيه لأ يعني بيتباع برا في الماركت بعشرة وانت بتصنعه باثناشر طب وإلا هيخلينا اشتري من جوه من عندك كتكنيلة انت بتصنعه بالغالي يا ابني وقف أصلا ده انت المفروض نشاطك يقف احنا هنشتري من برا احنا كمان يبقى ساعتها خلي بالك لو كانت الإجابة نو على المجاري كده على طول وتروح تشتري من برا باي اكسترنالي أما لو كانت الإجابة لا 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 فعلا الفارياب الكوستر بتاعتنا أقل تبدأ تبصلي بقى على الكابستي وتقول لي هو جهاد اللي هي يعني المفروض السيلر دس جهاد هاف اكسيس كابستي عندها اكسيس كابستي ولا ما عندهاش والله لو كان ما عندهاش اكسيس كابستي ولا خلينا نبدأ بعندها لو كان عندها اكسيس كابستي يبقى شايماء أولى بيها شايماء تشغلها أحسن بدل ما هي قاعدة عطلانة ما عندها اكسيس كابستي يعني عندها طاقة عطلانة عندها المكان واقف مششغال خلاص يبقى هنا وترانسفير انترنالي وترانسفير انترنالي بقى انه سعر عندك بقى رينج والرينج بتاعك السيلنج بتاعه بيبقى والفلور بتاعه بيبقى وانت ما بين الاتلين دول والميلمام على الاطلاق بيبقى عبارة عن الـ أو بورتيونيتي كوست اوعى تنسى والأبرتيونيتي كوست دي اللي هي عبارة عن ايه اللي ضاع المكسب اللي هيضيع على اي يونتس هنتطر نوقفها هنتطر نضحي بيها هنتطر نبوست بون نوقف اليونتس دي علشان نقدر نوفي طلبات اللي جوة يبقى خلي بالك ان الميلمام بتاعنا دايما بيبقى الـ بالكوست? وما تنساش تزود عليه ماشي. اما لو كانت الاجابة لأ وهي شغالة عند يبقى هنا اللي يحكم اللي هو مين اللي افضل? والله لو كان اللي افضل ان احنا نحول داخليا خلاص? يبقى الافضل حول داخليا. وساعتها غالبا بيبقى السعر لان انت مفيش ما يدعو ان انا حول بسعر اهل من الماركت لان انا اصلا شغال فور كباستي. اما لو كان الاكسترنال هو اللي افضل خلاص اه اشتري من بره. يبقى دي الخلاصة بتاعة ازاي اختار الابروتش. طب الابروتش بقى مين فيهم احلى? عشان تقيم كل الابروتش من الماركت برايس والكوست والنيجوشيشن والاربتراري والدول برايس. تقيمهم من حس الاهداف. والاهداف عندك اربع حاجات. ان انت عايز تعلل الاوتونومي يعني الاستقلالية والموتيفاشن التحفيز والايفاليواشن التقييم والجول ان كل واحد فيهم يحقق اهداف متطبقة. اكتر واحد بيحقق كله الدول والنيجوشيشن. بس النيجوشيشن في مشكلة. ان كل مدير فيهم حسب قدرته على التفاوض ممكن يحقق الرغبة بتاعته. اه والماركت برايس. بص الماركت برايس احسنهم على الاطلاق برضو. لكن الكوست كله عيوب. الكوست ولا بيمكنك من الاوتونومي ولا الاستقلالية ولا بيمكنك من الموتيفاشن الا لو انت استخدمت الستاندرد ابروتش. ولا بيمكنك من الايفاليواشن لان انت هتايفاليويت بناء على ايه? وخصوصا لو انت مفيش استاندرد كمان. واوحشهم بقى بص بص اللي رايح ستلين ده يا الاربيتراري. ده ده وحش خالص. ما ينفعش حضرتك تلجأ له الا في الظروف اللي انت عايز تحقق بيها ضغوط استراتيجية معينة. ممتاز. وبكده هيبقى ما فاضلش غير اخر طوبك اللي هو اللي اختراحاننا نورتون وكابلن سنة ستة وتسعين او اربعة وتسعين مش متذكر. اللي قالك انتوا ليه بتقيموا الاداء على اساس فاينانشل بس لا يا باشا. ده الفاينانشل ده هيبقى ده المتغير او المؤشر التابع تبقى لمين? لتلاتة تانيين هم اللي شايلينه. عايزك تتخيلها كده تلاتة رفعين التشت اللي كله او اللي كله التلاتة دول مين التلاتة اللي بيبدأوا بعد دول لو تحققوا هيحققوا لك وانت مغمض. وكل واحد من دول لما تيجي تمجر لازم تمجر بشوية مقاييس والمقاييس بتاعتك تبقى 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 فيها شوية مقاييس كده وكده. معدى طبعا ده مش هيتقاس غير بمقاييس فاينانشال بس ويا ريتك. تلنك المقاييس ببعض. تبدأ تربط الامور من خلال حاجة اسمها استراتيجي ماب. واوعة تفتكر ان في بلانس سكورد واحدة. بلانس سكورد واحدة تتمشي على كل الشركات. لا. دي لمواغزة زي الجزم. كل شركة يليقى عليها جزمة. اللي يحب الجزمة الرياضية واللي يحب الجزمة الكلاسيك واللي يحب الجزمة حريمي ورجالي واطفاء. لا لا لا. كل بلانس سكورد او كل شركة وليها البلانس سكورد اللي تليق عليها. عشان كده بقول لك افتكر بالجزم كده عشان ما تنسهاش. وحاول تلنك ما بين المقاييس عشان توصلك لهدفك. وانلنكم ازاي? بالستراتيجي ما بالرسمة دي. ان انا ابدأ اقول اللورنينج اند جروث. انا لو عليت الترينينج بتاع العمال. وعليت الاي تي استخدامي للاي تي. ده هيعليني هيخلي انتاجنا يدور بسرعة. وده يقلل التكاليف. وفي نفس الوقت يقلل الوقت. ولما الوقت يقلل الكاستمر هيرضع عني. ولما الكاستمر يرضع عني يديني ريتنج على الويب سايت بتاع عالي. ولما يديني ريت عالي الكاستمرز التانين هيحبوني. ويجوا هم كمان يشتروا. وده يعلي للبروفيتاباليتي اللي هو الفاينانشل اهو. يبقى انا كده لن نكتل حاجات ببعض ولا لا لن نكتلها ببعض. المقاييس بقى في غاية الاهمية. وبيلوجيك انت هتلاقي الاسامي. انا يمكن كاتب لك هنا شوية اسامي. علشان بس لو حبيت تفتكرهم. لكن انا مش هقعد اراهم. هي هي باللوجيك اللي هو لما لما يقول لك. قل لي مقياسة عن كزا. فالفاينانشل تقول له ار او اي ار اي ايفا بروفيت ليكويديتي حاجات كده كاستمر ساتسويكيشن الكاستمر ساتسويكيشن والديستريبيوتر الريليشنشيب الماركتينج انترنال بروسيس السيفتي البروداكتيفتي حاجات جوه. الحاجات كلها بالعمال. وحاكتين مهمين جدا بالنسبة لازم تبقى عارفهم بتاعت الجود. ان هي تبقى بتديك بتاعت الكامبني هلايق عليها. ان هي بتهلب الستراتيجي. لان هي اصلا بتطبق الستراتيجي. ولو تفتكر كده في الفيديو بتاع البوشتينج. انا قلت لك في كانت واحدة منهم. عشان ما تزود ليش المقاييس قوي والتوهني. البروبلم بقى لما تيجي تطبق انك ممكن تستخدم كتير ايوة دي هتوهني. انك ان انت مش عارف تقيسه بالنوم فاينانشال. عارف تقيس الفاينانشال اه. لكن المام فاينانشال مش عارف. ان مالهاش منافع مالية طويلة الاجل. ان خلي بالك الحاجات المقاييس النوعية دي حاجات مهمة. ومهم ان هي تبقى موجودة وانقسها. ان ان انت تقول انا هحسن كله مرة واحدة. انا يلا. انسفلة الشوارع كلها مرة واحدة. هان مش عارف ايه. لا ما منفعش الكلام ده. ان الله الحمد يبقى كل التوبيكس اللي في سيكشن سي كمان غطيناها. وننتقل في فيديو الريفيجن اللي جاي للانترنال كنترول. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة